أتحول إلى ضيفي من لندن وأجدد عليه التحية دكتور حميد. دكتور حميد، سيد ناجم يرى أن الخلاف بين القوى السياسية الشعية. هل تتطفق مع هذا الطرح؟ الخلافات عميقة بين كل الأطراف. الخلافات حول حصة الإقليم قائمة. وخصوصا مسألة تسليم الإقليم للنفط. هناك اتفاق مسبق على تسليم 250 ألف برميل في اليوم. ولكن إنتاج الإقليم يفوق هذا بكثير. فهناك خلاف على هذا الموضوع. ولكن الخلاف الآخر هو على تخفيض سعر الدينار العراقي. تخفيض سعر الدينار العراقي بالتأكيد أضر بالكثير من المواطنين العراقيين الفقراء. لأنه رفع أسعار المواد المستوردة. ومعظم المواد في الأسواق العراقية هي مستوردة. هناك بالتأكيد من تضرر من السياسيين ومن رجال الأعمال. وهناك الدول التي تصدر المواد الغذائية للعراق مثل إيران. أيضا تضررت لأن أسعار المواد المنتجة وطنيا سوف تكون منخفضة مقابل الواردات. وهذا هو الأساس الاقتصادي لتخفيض العملة. هو أن تتمكن المنتجات العراقية من منافسة الواردات. فهناك خلافات عميقة بين الأطراف جميعا. المشكلة أن هناك دولات في العراق. بغداد ترسل رواتب الموظفين إلى الإقليم. وأيضا الإقليم يطالب بمزيد من الحصص المالية ترسل إليه. ولكن التساؤلات حول أين ذهبت أموال النفط التي بعها إقليم كردستان العراق؟ بشكل منفرد خلال السنوات الماضية. هناك مشكلة ابتداء أن هناك فساد في إقليم كردستان. كما يوجد فساد في العراق ككل. ولكن المشكلة في الإقليم أنه يصدر النفط عبر ليس عبر سومو. وإنما عبر وسائل أخرى. ويصدره بأسعار أقل من سعر النفط العراقي. بحوالي 10 دولار. يعني يباع سعر برميل النفط من كردستان أقل من سعر النفط العراقي ب10 دولار. بسبب اتفاقات مخالفة للدستور العراقي. ومخالفة أيضا للقوانين الدولية. يعني تركيا تسمح بهذا التصدير. وكذلك كلفة نقل النفط من إقليم كردستان أيضا مرتفعة جدا. حوالي 10 دولار للبرميل الواحد. بأن كلفة نقل البرميل للنفط من باقي مناطق العراق لا تتجاوز الدولار والنصف. فهذه كلها مشاكل كبيرة. والإقليم يجب أن تتوصل الحكومة المركزية والحكومة التحادية إلى اتفاق حول هذه المواضيع جميعا. ولكن للأسف التوازنات والتسويات والمساومات خلال السنين الماضية سمحت بالكثير من هذه الاتفاقيات. ولذلك بقت المشكلة قائمة. اشتركوا في القناة